المشاهدون الأكارم أهلاً ومرحباً بكم في حلقةٍ جديدة من برنامج صوت الأرض والتي نتعرف من خلالها على أهمية الإرشاد ونقل اتقانة في العمل الزراعي لإحداث التطوير وزيادة الإنتاج أهلاً ومرحباً بكم العملية الزراعية بشقيها النبات والحيوان يلزمها لإرشاد ونقل اتقانة حتى تواكب الطفرة التي حدثت في المجال ولتسهم في تصاعد الإنتاج الرأسي بأورد الفائدة للمنتجين وصغار المزارعين والارتقاء بالاقتصاد القومي وهذا يتطلب بحسب زراعيين التوسع في مدارس المزارعين والاهتمام بالإرشاد والتفتيش الزراعي منذ عمليات التحضير للزراعة مروراً بالعمليات الفلاحية المختلفة انتهاءاً بالحصاد والعمليات التي تعقبه وبرز اتجاه جاد لتوطين اتقانات الزراعية الحديثة الميكنة الزراعية والتي بدورها تعزز من عملية الإنتاج وتوفير الجهد والزمن وتقليل الكلفة ما عاد العمل الزراعي رهيناً للماضي والإجراءات البدائية والتقليدية التي كانت بالكاد تحقق الاكتفاء الذاتي فقط وقليل من الإنتاج الذي يذهب للأسواق لمواجهة أعباء الإنتاج وقد ظلت الزراعة رتحاً من الزمان حرفة متوارثة لا تبارح النمط الإنتاجي القديم إلا أنه وسرعان ما تواثق الشراكات ونهضت مؤسسات حكومية وخاصة لتطوير الزراعة والوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج وإحراز الجودة في كل المحاصيل الزراعية حتى تصبح المنافسة محلياً وخارجياً أمراً واقعياً وهذا بدوره يسهم في زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وجلب العمولات الصعبة من خلال التصدير وفتح أسواق جديدة للإنتاج الزراعي السوداني إذ تتوفر كل مقومات واشتراطات النجاح من تربة خصبة ومياه وفيرة وتعدد في المناخات وموقع السودان الاستراتيجي وقد تلاحظ بعض إجراء هذه النقلة في الإرشاد والتقانى زيادة إنتاجية الفدان الواحد ضعف ما كان عليه الحال سابقاً وتغيير واقع المنتجين والمزارعين وانتعشت المناطق التي يزاول أهلها النشاط الزراعي وهذا الاهتمام والتطوير والتحديث انسحب إلى الإنتاج الحيواني الشق المكمل للإنتاج الزراعي فانتشرت مزارع تربية الحيوان والتي تم تأسيسها بصورة علمية وألحقت بكل الإمكانات ولوازم السلام والقفز بالإنتاج النشاط الزراعي نباتي وحيواني يمثل الرافعة الاقتصادية الأهم والحاضنة الاستراتيجية لتوفير فرص العمل وتحقيق الغذاء الكافي الآمن والسليم للمجتمع المحلي والتربع على زروة الاقتصاد عن طريق التصدير وجلب النقد الأجنبي وهذا لا يتأتى إلا بمضاعفة الجهد والاهتمام الرسمي والخاص بقيادة عمل مؤسس يحدث النهضة المنشودة المشاهدين والأحباب السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم وسهلا في حلقة جديدة من برنامج صوت الأرض سعيد جدا نتحدث اليوم عن الإرشاد ونقل التقانة مع دكتورة ابتسام بوشة هي مساعد المدير العام للنقل التقانة بوزارة الزراع ولاية الخرطوم مرحبا دكتورة أهلا وسهلا منورنا اليوم على شاشة سوداني 24 يا مرحب وأهلا وسهلا بسوداني 24 وبرنامج صوت الأرض وهو حقيقة برنامج مبادر تماما في متابع كل مستحدث ما يتعلق بالزراع ومرحب بكم ضيدي كلاف إن شاء الله بداية الدكتورة يعني ماذا نعمل بالإرشاد ونقل التقانة حقيقة يعني لما نقول الإرشاد للنقل التقانة في أكثر من مسمى الإرشاد بالمفهوم العلمي هي عملية تعليمية غير رسمية الهدف مننا إنه المنتج أو المزارع إحنا نملكه قدرات وإمكانيات وتقانات بحيث أنه يعرف يستفيد من الموارد المتاحة ويوظفها لمصلحته لمصلحت المجتمع المحلي الإرشاد هو عملية نقل التقانات الحديثة يعني أي تكنيك حديث من البحوث هو الإرشاد هو صلة الربط ما بين البحوث وما بين المزارع أو المنتج بنبسط المعلومة بشكل بسيط بحيث أنه يستوعب المنتج ولو يمكن مزارع ولاية الخرطوم حاليا يعني متجاوز مزارعين في عدد من الولايات بيفهموا بتقانات وكده لكن يستيل لسه في مزارعين بسيطين محتاجين تبسط لهم المعلومة الإرشاد هو الفيد باك يعني إحنا بنشوف المشاكل للمزارعين احتياجاتهم الحقيقية بنحكسها للبحوث عشامبونا على تنبني التيارب والبحوث الحقيقية المحتقلة المنتج على أرض الواقع طيب جميل جدا دكتورة يعني إذا ما كنا نتحدث عن يعني تبسيط المعلومة للمزارع البسيط حتى يقدر يفهم يعني ويكون في رد فعل زي ما أنت تكلمت قبل شوية طيب بعد ما عرفنا الإرشاد ونقل التقاني كيف يمكن أن ننزل العمل الإرشادي والتقني على أرض الواقع نحن طبعا بنعتمد أساسا عندنا مراكز إرشادية موجودة على مستوى المحل عندنا مرشدين موجودين نحن المرشد ده بنسميه كشكول معلومات يعني بنأهل وندرب 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 عدد من الدورات التدريبية في كافة المجالات نحن ماسكين التقاني بيشقيها النباتي والحيواني يعني الإثنين فالمرشد ده بيكون عبارة عن كشكول ندرب دورات تدريبية متقدمة في كل المجالات كما تعلق بالتحضير الأرض الميات اللازمة من البزور والتقاوي والزراعة والأسمد وإلى آخر بحيث أنه هو لما نمشي للمزارعة بيكون جاهز عشان يرد على أي معلومة إضافة لكده عندنا ناس بنسميهون الصبجي كمتر سبيشاليست اللي هم يخصاء الموات يعني زول متخصص في لغاية شخص متخصص في البساتين ده بيكونوا إضافة للمرشد من خلال المرشدين الموجودين على مستوى المراكز في المحليات نحن بنصل المنتج في موقعه في مزرعته بنصله برضو عبر الزيارات الميدانية يعني بتطلع أتيام من الرئاس بتاعت القطاع بيتمشي تليف على كل المزارع مثلا موجودة في بحري أو كل المزارع الموجودة في مدرمان إلى آخره يعني على مستوى المحليات بيكون معهم باحس أو شخص مختص بالإضافة للمرشدين طيب إذا أردنا إنجاح الحملات الإرشادية والتوعوية ما هو المطلوب؟ أهم شي في نجاح الحملة إنه مرشدك الشخص الماشد لازم يكون مالكة المعلومة تماما الشكل التعامل إحنا المرشد نقول يعني صاح كلنا مهندسين زراعي لكن ما أي مهندس زراعي ممكن يكون مرشد زراعي المواصفات بدأ المرشد زراعي شخصي فهمه عالي جدا تعامل وسلس مع المزارعين يعني فيتعامل معهم بلغتهم وبيفهمهم عشان ما يوصلون المعلومة يعني في كثير من المزارعين بيفتكل إنه هم متجاوزين الناس بالذات العمام من الكبار دي اللي يقول لك كم سنة في الأرض تتماشى معه وتقول لي والله يا حاج جزه مني جزه منك وبنمشي ليه قدام فأهم شيء المرشد الكريتيريا بالذاته بلس كده معينات العمل يعني المرشد لما يمشي نقول نشيل أسلحته أسلحته هو يشيل معه شاشات بتاعه عرض يعني إذا مجموعة كبيرة عايز يقيم لمجموعة كبيرة يشيل معه نشراته الإرشادية دايما بيكون مرافق باحث معه على الساس إنه لو فيه في حاية دقيقة جدا يعني بالتأكيد كل مجال عنده شخص متخصص فيه بدقة أكتر عشان هو يشرح للمزارعين الأشيل ما بيقدر يشرحه المرشد يعني فأهم شيء تأهيل المرشد هو في الأساس إضافة للمعينات العمل طبعا وسائل الحركة وإلى قيره ما هو المأمول من الإرشاد ونقل التقانة يعني في النغوض بالعملية الانتاجية والله إحنا يعني مش تحيزا أو بيص للإرشاد لكن إحنا متنكر والله الإرشاد هو القاطرة للعمل الزراعي يعني يعني هسي على مستوى العالم تمشي في هولندا بتلقي إدارة إرشاد فيها كل التخصصات بما فيها الفيت والانيمال بروتوكشن كلهم موجودين دمن التخصص بالإرشاد بطلع يعني كلهم يصوموا مرشدين مرشدين داخل الإرشاد المرشد هو الشخص الوحيد المتاكم للمنطق والمزارع على مستوى الحقي يعني كل الإدارات التانية بتشتغل لكن قد يكون عمل مكتبي بعد الإدارات قد يكون عندها شغل ميداني لكن إحنا هنا عشان ما تبني أي شغل أو تؤسس عمل لازم يرافقك مرشد يعني المرشد هو الأساس في أي تطوير فالإرشاد هو مهمة أصلا نصل يعني يعني إحنا قصتين نرفع الإنتاج والإنتاجية نجيب التقانات الحديثة نعملها أو نسبتها على مستوى الواقع ده جزء أصيل من شغلنا لكن إحنا متجاوزين المسألة دي إحنا بدأنا نتقلغل داخل المجتمعات يعني بنخلك نخضة داخل المجتمع الريفي المزارع أو المرأة الريفية موجودين على مستوى الريف بنملكوا قدرات وإمكانيات إنه يعرفوا كيف يستفيدوا من مواردهم يعني كيف يستفيدوا من مواردهم يرتفعوا بمستوى المجتمع المحلي اجتماعيا وتنعكس اقتصاديا وتنعكس اجتماعيا هذا فهم الإرشاد نحن في النهاية نقول دائما نحن مردودنا طويل للأجل يعني يمكن الفهم السايد إنه والله إدارات بتشتوية مثلا بتحصل بتجيب عائد الإرشاد العائد نحن بفتكر إنه العائد الأساسي الذي يجب للزراع يجب من الإرشاد لأنه يتطور قدرات النساء قدرات المزارعين بإمكانياتهم يتأهلهم منهم يرتقوا بالإنتاج و بالإنتاجة إنه يكون في عائد على المستوى المجتمع المحلي على مستوى الدولة حتى على مستوى الناتجة الأومي في النهاية ختاما ما هي رؤياتكم المستقبلية في الفترة القادمة بالذي الله والله عندنا رؤى ما رؤية لكن دائما نحن بتجيب جدامنا أو تعيقنا مصدد الإمكانيات يعني لكن حنبتكر إنه يعني لو أدونا كافة الإمكانيات من وسائل حركة متحركات يعني كل الإحتياجات الحقيقية اللي بتخلينا ننفذ كل برامجنا الإرشادية سواء كان إعلامية أو طبعات بنعمل ندواد بنعمل أيام حقلية زيارات ميدانية أيام للحق يعني لو معارض بلص المعارض لو توفرت لنا كل الإمكانيات والله عندنا رؤى واضحة جدا إنه ننهد بالمجتمع المحلي يعني دي واحدة غير كده نحن متكلم دائما عن إنه الحتة بتاعة الفهم العام أو الرؤية العامة للسياسات الزراعية وللففهم الزراعي سواء كان على مستوى السودان كله مش على مستوى يعني ينقصنا دائما دائما تكلم في حتة ينقصنا التكامل التكامل ما بين الولايات يعني حاليا مثلا في وزارة اتحادية الوضع طبيعي ما تكون هي الوزارة الرابطة بين كل الولايات لأن كل ولاية عندها ميزات نسبية عندها خصوصيات نحن نحن ولاتخطوم 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 مفورد نركز على الالشي البستاني فيما تعلق بإنتاج البساتين وما ينتق بإنتاج الخضر وبلس العلاف في ولايات عندها ميزة مثلا تزرع القمح لكن يحصل ضائما ينزرع محصول ما في الموقع المناسب تربة ما مناسبة صح ينبط لكن في نهاية بيكون في صرف عالي جدا عليهم احبتكر انه يعني من خلال برامن كنت أعتكر دور الوزارة الاتحادية انه اللينك ضعيف ما بين الوزارة الاتحادية وما بين الولايات ومن خلال احنا ممكن نطور الارشاد يعني هسنا ارشاد زراعي ولاية الخرطون في ارشاد اتحادي لكن ما في صرف ربط بيناتنا لا في تقارير مشتركة بينات اللي بنرفع لون تقارير دورية يعني فكل كل ولاية شغالة في جزيرة معزولة تماما عن الولاية التانية فلو حصل تكامل افتكر بيكون دور الارشاد اكثر واقوة فعالية يعني نستفيد من المنزلات النسبية ونستفيد من امكانيات بعض في الشغال جميع جيدا شكرا دكتورة ابتسام بشرة مساعد المدير العام لنقل التقانة والارشاد وزارة الزراع بولاية الخرطوم شكرا جزيلا شكرا مشاهدين على المشاهدة انتقلوا بكم مباشرة لمتابعة بقية فقرات برنامج صوت الارض الارشاد عنده دور عظيم وكبير في نقل التقانات الزراعية التقانات الزراعية كثيرة متمثلة في نقل تقانات العمليات الفلاحية للمحاصيل نقل تقانات الأصناف المقاومة للأمراض والأصناف المقاومة للجفاف على حسب طبيعة المنطقة الزراعية نقل التقانات تعد أنظمة الرية الحديثة نقل التقانات بتاعة التسويق والحصاب نقل التقانات بتاعة أنت كيف تدير مزرحتك عشان تحصل على ربح كبير فهي تقانات كثيرة جدا لو حاولنا نعددها التقانات تنتج في مراكز البحوث الزراعية المختلفة بعد ذلك بعد ما تنتج هناك نحن البننغولة وبننشرة لجمهور المزارعين فإرشاد ولاة الخرطوم باز المجهود كبير لأن طبيعة المزارع بتاع ولاة الخرطوم أنه هو زول يعني متفتح ومستسمير وآفاقه يعني كبيرة جدا فنحن يعني حريصين أنه أي جديد وإي حديث من هذه التقانات يصل للمزارع فبنوصل كيف عندنا وسائل متعددة لتوصيل التقانات ونقلة للمزارعين أول حاجة عندنا التجارب الحقلية البحثية داعم المشترك بين البحوث والإرشاد اللي هي هي عبارة عن تقانات في طور الإجازة جربوها في البحث على مستوى البحث في في الاسمول فيل نحن عن طريقنا نحن بنجرب في في الحق ونفار على المستوى الكبير دي وحدة من أساليبنا أو وسائلنا لنقلة تقانا تاني عندنا النشرات والكتيبات الإرشادية تاني عندنا الحقول الإضاحية عندنا الندوات عندنا السمينارات المنتديات دي كلها نحن عبرها بنحاول نوصل التقانات الحديثة للمزارعين بخصوص التقانات الزراعية أنا بوصي المزارع إنه يلتزم بيها وإزعى يشوف التقانات الحديثة لأنه يا أخوان التقانات دي يعني أنتجت عشرة السنين والناس يعني بحثوا فيها بحثين بس مهنة إنهم يشوفوا التقانات الحديثة للمزارعين فيعني يتأكد المزارع إنه هو لو عاوز يزيد إنتاجه وعاوز إحصل على إنتاج بصورة علمية من ناحية النوعية والكيمية لازم يعني إحرص على إنه التقانات دي هو إطبيقات من إعداد الأرض نحن لو طبغنا كل التقانات الموجودة بصورة كويسة من حافظ على إنه بعدين يكون المردود بتاعنا الاختصادي يكون عالي بمعنى بنحصل على إنتاجية بمواصفات كويسة بإذن الله إعداد الأرض اختيار التقاوي الزراعة في المعادة المناسب بصورة كويسة في مقافحة الآفات في موارسات كثيرة الناس قاعدين يعملوها الظاهر على بسهل كمية تكون زيادة تكون صرفات أكتر للمزارع يعني مثلا في إدارة مقافحة الآفات الناس عندنا حاجات كثيرة متمثلة في إنه المزارع في غالبية المحاصيل إنه بيقيفوا بضيفوا مبيدات كثيرة والمبيدات حاليا السنين الأخيرة دي بيقات يعني تكلفة عالية جدا جدا اللي ترى المبيد بمبلغ وغدره فبقوم بزر بكافحوا الآفات أو بيرشوا واحد كل مرة يقول لك كل موايا أنا بيرش لا يرش فمفترض إنك لما تدخل حسب توصية المرشد المرشدين منتشرين في المراكز معاك موجودين متى ما تطلب إنك تدخل إنك تكافح آفة فحقه تترجع للمرشد عشان ما تستهلك كمية بتاعت مبيدات بتكلفتها عالية بعدين بتقلل لك من المردود الاقتصادي بتاعك في العايد بتاعك بل تكون تكلفتك منصرفاتك تكون عالية جدا جدا تكون بصورة متعارفة عليها بصورة كويسة في تقانات تانية يعني العمالة بيقد غالية في مكافحة الحشائش العمالة اليدوية ممكن تكون غالية الناس برضو لو استخدموا بعض التقانات الموجودة وذلك باستخدام المبيدات الحشائش فبرضو بتقلل من كمية من المنصرفات فكل الأشياء دي أنه إحنا ديرنا بقدر المصطاع إنه الناس يراعوا عليها ويديروها إدارة اقتصادية بحتة ما ينظروا إنه الشغلانية التقليدية الزمان الناس يعني كيف صرف إنه فلازم إنك إنه إحنا لو استخدمنا كل التقانات إنه نقلل المنصرفات بصورة كويسة فبنصل على عايد بصورة كويسة لو طبقنا الحزمة التقنية المتوصبية بصورة كويسة معناه من إنتاجتنا يكون أعلى منصرفاتنا أقلة مردودنا عالي بنعكس ذلك على دخل الفرد أو المزارع بنعكس على أسرته بنعكس على المجتمع عامة فتوصياتنا وكلامنا جماعة للسادة المزارعين النيرين ومتعلمين إنه يواصلوا بإدارة المزرعة بإدارة بصورة جادة وبصورة كويسة جدا جدا ما يدخل أو يكون منصرفاته أكثر من مردوده الاختصادي مثلا بيقول لك نمر واحد الدواء فالدواء هو مصطلح للمزارعين وهو قصدم به والمبيد المبيد اللي انت بتقوم تكافح به لأفات الزراعية إذا كانت فطرية إذا كانت حشرية إذا كانت عناكب فمصطلح الدواء يوازل المبيد النمر الثانين عندنا الملح الملح ده هو مقصود به السماد السماد يعني بركزه أكثر شيء على اليوريا لأنه هو قريب لملح الطعام لكذا يسمينه الملح والملح طبعا استخدامات استخداماته برضو هو لنمو النبات للتزهير للتجزير لكن اليوريا تحديدا لهم قصدم به والملح فبكل النمو الخضري نمر ثلاثة البوغة البوغة هي ده مصطلح المزارعين معناه الريا الأولى يعني الأرض لما تكون جافة بعد الحراطة والتقطيع والتسوية والتقطيع السجية الأولى بسموها البوغة فهذه ثلاثة مصطلحات المزارعين مشتهرة جدا عند المزارعين تنمية المرأة الريفية بغطاع نغل التغانا والإرشاد بتهتم بتنمية وتطوير وتمكين المرأة لتصبح امرأة منتجة مدبرة لغزائها من داخل المنزلة عبر بررنامج الزراعة المنزلية نحن بنستهدف المرأة الريفية في كل محليات الولاية السبعة دائما بنستهدفها خلال المواسم الزراعية الصيفي والخريفي والشيتوي حاليا في الموسم الشيتوي مستهدفين 500 أسرة من كل محلية نجيب لهم بزور الخضروات الورغية الرجلة الجيرجير الشمار البامية العجور دي خضروات بتزرع في الموسم الشيتوي بنوزعها للنساء في المنازل المساحة يعني مترين في متر المرة تزرع المحصول بتاعها محصول نظيف خالي من الأسمدة والمبيدات الكيميائية زراعة نظيفة وبتحقق منها الاكتفاء الزاتي للأسرة بل يعني في نساء يعني كانت الزراعة المنزلية دي مصدر دخلي للأسرة يعني بيبيعوا من زراعتهم المنزلية دي يعني وبحققوا استقرار في الأسرة وأيضا المرأة يعني بتصنيع الفائد من الإنتاج ممكن تصنيع الفائد من إنتاج ده وبرضو عندنا شغل بتاع مدارس النساء الريفيات اللي هو المدرسة بتستمر لمدة ثلاثة شهور بندرب المرأة الريفية تدرس يعني تاخد منهج عن التصنيع الغذائي الغذاء والتغذية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني اللي هو الزراعة المنزلية بزراعة الخضروات دي وبرنامج برضو طيور الداجنة بناديهم أكفاص بتاع الدواجن وإنتاج البيض يعني حققوا اكتفاء نقول يعني اكتفاء ذاتي من المشاريع حقتنا دي نتحدث عن دور الإرشاد بتملك المعلومات الزراعية للمزارعين لتجويد العمليات الفلاحية بيطلب مننا يعني نقوم بعدة برامج اللي هي منها المدارس المزارعين الزيارات الحغلية الحقولة الإضاحية بغارة طبادل المعلومات مع المزارع الحياة البننقولة أو المعلومات البننقولة المزارع هي التغانات الجديدة أو التغانات الحديثة كتحضير الأرض بطريقة حديثة أو الزراعة بطريقة حديثة في عمليات الري كذلك في عمليات استخدام الأسمدة والمبيدات ومتابعة كل العمليات الفلاحية إلى أن نتأكد من المزارع فهم الحزمة التغانية كاملة ليجويد العمليات الفلاحية ويستفيد منها في مرحلة زيادة دخل أو زيادة الانتاج في منطقة الخوجلاب كمثال يعني عندنا عدد من الحغول الإضاحية اللي هي في محاصيل مختلفة في الفول المصري في البطاطس كذلك في البصل اللي هي دي المنطقة تتميز يعني بزراعة الخضروات والمحاصيل الوعدة فركزنا في مزألة هذه المحاصيل لأنها بتسد الفجوة أو لها دور في سد الفجوة في الأسواق منطقة الخوجلاب أيضا بها جمعية زراعية وأكثر من 1500 فدان اللي هي دي أراضيها الجمعية فيها زراعة ممتازة جدا اللي هي بتطلب مننا الزيارات المتواصلة والتواصل مع المزارعين فيها مزارعين يعني ممتازين وينفذ العمليات الفلاحية أو توصيات المزارع أو توصيات المرشد بطريقة ممتازة نقول للمزارع الالتزام بالحزم التغنية الموصة بها من البحوث الزراعية هي السبيل والطريقة الوحيد لزيادة الإنتاج وزيادة الدخل للمزارع وحفاظها عن الأرض بالدورة الزراعية وعمليات كثيرة جدا ممكن نستفيد منها المزارع إذا طبق الحزم التغنية الموصة بها من البحوث المشاهدون الأفاضل هكذا تكاملت هذه الحلقة من صوت الأرض والتي سلطنا من خلالها الضوء على الإرشاد ونقل التقانة وإسهامها في النهوض بالعمل الزراعي حتى جديد اللقاء تحياتي وفريق العمل في أمان الله